على فكرة هذه الأحداث بالذات هي التي يبرز معها وعقبها دور الإيمان هنا يأتي دور الإيمان ولا عزاء للإلحاد ولا عزاء الكفر ولا عزاء الكفر والملاحدة لماذا؟ ليس بين أي الكفر والملاحدة إلا أن يستسلموا خانعين خاضعين حين تقع مثل هذه الضربات الضربات الطبيعية الضربات الكونية ليس لديهم عزاء أما نحن أعني المؤمنين فلدينا عزاء كبير وأي عزاء نحن الذين نرجو أن يكون في هذه الميتة الأليمة في هذه الميتة الوجيعة كفارة لهؤلاء بل نرجو أكثر من ذلك معولين على ما صح عنه صلواته ربي وتسليماته عليه وآله من أن من يموت تحت الردم وأي ردم أردم من هذا الردم وأي ردم أردم من هذا الردم من يموت تحت الردم أن يكون شهيدا أن يكون قضى شهيدا عند الله تبارك وتعالى عزاء كبير ثم العزاء الأكبر العزاء الأكبر والأبلغ تعزية أننا موقنون أننا بهم لاحقون لكن إلى غير فناء منتهون نحن لا ننتهي إلى فناء إنما ننقل من دار إلى دار من محطة إلى محطة من نشأة إلى نشأة وهناك أيها الإخوة المصير المؤبد هناك الخلود هناك العيش الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى لمن تقبله الله في الصالحين أما الكفر والملاحدة والشكوكيون فلا عزاء لهم حين تموت ولا بد أن يموت فلا عزاء هكذا يظن هو أنه انتهى كل شيء على طريقته انتهى كل شيء انتهى إلى العدم أما على طريقتنا فالأمر أخزى وأبقى والعياذ بالله عذاب أليم مؤبد عذاب أليم مؤبد يعني في كلتا الحالتين وضعه شديد البؤس هذا الملحد والشكوكي والمنكر وضعه شديد البؤس تعرفون لماذا؟ لأن الحياة فعلا قصيرة ليست بوقوع هذه الأحداث التي يصفونها بالعشوائية والصدفية لا 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 حتى لو عاش العمر أيها الإخوة المتوقع له المحتمل له لمثله في نطاقه الجغرافي أيضا إذا كان يعيش في الدول المتقدمة الاحتمال الأفضل أن يعيش ثمانين سنة أي أنت الآن في الستين أو في السبعين ستعيش أيضا عشرة أو عشرين سنة وربما ثلاثين أربعين على الأكثر ثم ستموت على طريقتك ستنتهي إلى فناء انتهى كل شيء ضاع كل شيء على طريقتنا ستنتهي إلى شيء أشد بؤسا والعياذ بالله سيكون الموت معه رحمة كبرى رحمة جل الحمد لله هنا بالذات يأتي دور الإيمان ترجمة نانسي قنقر